حلقتنا النهاردة يكون بخصوص رقم واحد طريقة عرض شاشة الهاتف على التلفاز بدون برامج وبدون كابلات ولو نفترض انت تلفونك ايفون او نفترض اندرويد محتاج تطبيق معين ويكون مجاني انا جايب لك تطبيقين التطبيقين دول تقدر تعتمد عليهم لعرض شاشة الهاتف على التلفاز غير كده كمان لو عايز تعرض صوت وصورة او نفترض صوت فقط كل ده موجود في الحلقة بتاعتنا السؤال الثاني ازاي اوصل رسيفر خارجي في شاشة سامسونج السؤال الثالث نفترض دلوقتي تطبيق شاهد انا ضفت الاكاونت بتاعي جوا تطبيق واشتركت في باقة الباقة دي بخمسين جنيه انا عايز الباقة دي تلفة على العالة كلها بمعنى انا بتفرج هنا على الشاشة من عندي واخويا بتفرج من عنده ونفس الباقة هي هي السؤال الرابع ازاي اغلق قناة او احذف قناة في رسيفر الداخلي في شاشة سامسونج والسؤال الخامس عايزة اعمل تبديل بين القنوات نفترض انا على قناة راديو عايزة اروح على قناة تلفازة رقمي عايزة اعمل تبديل بين الامار الصناعية ما يا مشكلة خالص انت على النايل سات عايزة تروح على الياه سات او نفترض تروح على اي ا امر صناعة تانى انت ضيفه ما فيش مشكلة خالص والسؤال الرقم 6 ازاي اغلق تصفاروب بتاع الشاشة اللي هو اربعة تصفار والسؤال السابع انا عندي اطفال بيمسكوا التليفون بشكل دائم فانا عايز اعمل باسورد لليوتيوب وباسورد لنتفليكس انا محتاج تطبيقه او سازمك دي يقفل لي كل التطبيقات انت تليفونك سامسونج وعايز تعرف شاشة الهاتف على التلفاز مش هتحتاج تطبيقه منوصه لجدا وبسيط هتعتمد على ايكونة مكتوب تحتها سمارت فيو الايكونة دي لما بضغط عليها هزهر لك بعد كده موديلات الشاشات اللي عندك في البيت وعند الجران فلازم تكون عارف موديل الشاشة بتاعتك الشاشة دي سامسونج الايو 8100 ظهرت لي هنا تحتيها ظهر لي موديل مش بتاعي لو ضغطت على الموديل اللي هو مش بتاعي وجاري ضغط على السماح الحاجة اللي هنا هتتعرض عنده فلازم تكون عارف موديل الشاشة بتاعتك طيب الايو 8100 هضغط هنا وبعد كده هدوس على البدء الآن جاري الاتصال تم الاتصال جميل اوي لو تلفونك سامسونج خلاص انت مش محتاج اي تطبيق حتيك تقولي انا اوبو انا انفينيكس انا اندرويد بس حاجة تانية غير السامسونج انا ايفون ركز معايا معنم انا هقفل كل ده وهتكلم معاك عن التطبيقين دول سمارت فيو وسمارت سينج هسيب لك التطبيقات دي في اول تعليق مسبت روح حملها بعد ما تحملها هنبدأ بتطبيق سمارت فيو اي تلفون اندرويد التطبيق ده هتعتمد عليه كليا انا هشغل واي فاي وبعد كده هروح على سمارت فيو نفس اسم التطبيق نفس اسم الايكونة اللي موجودة في تلفون سامسونج سمارت فيو بعد كده وبعد كده التلات نقطة اللي موجودين في اكثر الشمال فوق بضغط عليه بعد كده بدوس على انابل ويرلس ديسبيلين بضغط عليها بس هيظهر اللي بعد كده الموديلات هتنتظر بس هتظهر دلوقتي اهو سامسونج ايو تمنى تلف ومية هضغط عليه الاتصال جايل للتوصيل جميل جدا اهو كل حاجة شغالة مشكلة خالص طيب مش محتاج تطبيق سمارت فيو انا تلفوني ايفون هتعتمد على سمارت سينك التطبيق ده شرحته بشكل تفصيلي هسيبهه لك في سندوق الوصف الفيديو بتاع سمارت سينك ولكن انا هشرح لك الجزئية بتاعة عرض شاشة الهاتف على التلفاز من خلال سمارت سينك وعرض الصوت بتاع الشاشة دي هنا او بتاع التلفون ده هنا بص معاي دلوقتي انا هخرج من سمارت فيو هدخل جوا سمارت فيو هختار هدوس على الثلاث نقط دول ودوس على هيقفل الاتصال جميل اوي نخش بعد كده على سمارت سينك تطبيق سمارت سينك هدغط على تطبيق بعد كده هدوس على الاجهزة واختار الشاشة بتاعتي شرحنا في الحلقة اللي فاتت ازاي تدفي الشاشة بتاعتك لازم تتفرج عليها الثلاث نقط اللي موجودين في اكسر الشمال بضغط عليهم هيظهر لك اختيارك كتير اول اختيار سمارت فيو ودوس على بدء جاري الاتصال جاري التوصيل جميل اوي طيب ركز معايا بقى شايف التلاث نقط دول لما بضغط عليهم ظهر لي انهاء الاتصال لو ضغطت كده خلاص خرج طيب نفس التلاث نقط دول تحتها في حكتين مهمين جدا بضغط على التلاث نقط في تشغيل صوت التلفاز على الهاتف يعني الصوت اللي هنا يبقى شغال هنا او تشغيل صوت الهاتف على التلفاز هفكز معايا هاختار الاختيار التاني تشغيل صوت الهاتف على التلفاز اهو اتصل طيب انا هشغل موسوقة هنا الصوت هيطلع لي من هنا ازاي اهو هنزل تحت خالص افتعد مسلا هشغل موسوقة دي طالع من التلفون تمام اهو وقفت شغل وقف شغل جميل طيب اي موسوقة تانية اهو طيب دي موسوقة من جوا يتيوب عشان خاطب بيبقى المحتوى ده محتوى محمية منفعش اشغل اي موسوقة طيب انا عايز الصوت اللي هنا يشتغل هنا مافيش مشكلة خلص نفس الموسوقة ههو التلات نقط بضغط عليهم هاختار الاختيار التالت تشغيل صوت الهاتف على التلفاز بقى غير متصل هوا تمام طيب نفترض دلوقتي انا عايز اشغل الصوت بتاع الهاتف على التلفاز ده بيتم ازاي بادوس على التلات نقط اللي موجودين في اقصى الشمال واختار الاختيار التالت تشغيل صوت الهاتف على التلفاز هيقول لي هنا جابي الاتصال بعد كده هيقول لي جابي التوصيل جميل اوي طيب هنيجي بعد كده هشغل اي حاجة موجودة على الهاتف هشغل على التلفاز اخش مسلا على مسجل الصوت ونهو نفترض اخش على القايمة عندي هنا اشغل اي صوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مجد عبدالقفاء يبقى انا ممكن اي صوت موجود عندي على الهاتف اشغله على التلفاز والعكس صحيح اي صوت موجود عندي على التلفاز اشغله على الهاتف يبقى من خلال تطبيق سمارت سينك اقدر اعمل 3 حاجات اعرض شاشة الهاتف على التلفاز صوت وصورة اقدر اعرض الصوت بتاع الهاتف على التلفاز وقدر اشغل الصوت بتاع التلفاز على الهاتف لو انت تلفونك اندرويد او ايفون يبقى انت من خلال تطبيق سمارت فيو وتطبيق سمارت سينك تقدر تعمل كل حاجة من خلال التطبيق اندرو طيب هنيجي بعد كده على السؤال رقم اتنين ازاي توصل الروسيفر خارجي في شاشة سامسونج كلنا عارفين ان فيه مدخل هنا اتش دي ام اوي بعد ما تحط الوصلة هنا وتوصلها في الشاشة انت عندك في الشاشة في واحد او اتنين او ثلاثة اتش دي ام اوي اعرف انت حاطة ايفون سيفر في انهي مدخل طيب وبعد كده بتدوس على علامة البيت في رموت كنترول بعد كده بتروح على المصدر وتطلع فوق هازهر لك هنا كل الحاجات اللي انت موصلها في ظهر الشاشة نفترض مثلا انا موصل في الشاشة دي كيسة كمبيوتر فانواقف على البي سي طيب لو انا اخترت تيفي بصي اللي يحصل هيودينا على ايفون سيفر الداخلي طيب بادوس على علامة البيت عايز ارجع لكيسة الكمبيوتر ما مش مشكلة خالص بروح على المصدر واطلع فوق هختار بي سي طيب نفترض انا عايز اروح على الارسيفر الخارجي انت هتختار الاتش دي ام اي اللي انت موصل في الارسيفر الخارجي بس الموضوع سهل جدا بسيط بادوس على علامة البيت بروح على المصدر بطلع فوق شوف انت حاطة الارسيفر ده فانهي مدخل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هزهر لك هو هنا وبعد كده بتدوس على اوكي هيوديك على الارسيفر الخارجي طيب السؤال الثالث تطبيق شاهد ازاي اضيف الاكاونت بتاعي على الشاشة وفي نفس الوقت الاكاونت ده جوا باقة والباقة دي اخويا واختي وامي وابويا يتفرجوا على نفس الباقة انا على الشاشة بتاعتي وهو يتفرج على نفس الباقة على الشاشة بتاعته في مكان تاني خالص ركز معي هخش على تطبيق شاهد بعد كده تحت في الشمال كلمة زائر دي بتضغط عليها بعد كده ادوس على تسجيل الدخول واختار تسجيل الدخول باستخدام جوجل هزهر لي هنا اكاونت نفس الاكاونت ده هيبقى موجود على كل الشاشات اخترت الاكاونت هنتظر بيحمل معي تمام الاكاونت اضاف عندي كان مكتوب تحت في الشمال زائر بمكتوب ايه منتاج اسم الاكاونت منتاج ماجدي طيب بدخل جوه الاكاونت وبعد كده بدوس على ايه ادارة الاجهزة بضغط عليها بعد كده ربط جهاز جديد بضغط عليها بيطلب مني اعمل مسح لرمز الرمز ده بوصل له ازاي طيب انا هسيب التليفون اهو وبعد كده هدوس على علامة البيت في رموت كنترول واروح على تطبيق شاهد انتظر بيحمل معي بعد ما فتح معي تطبيق شاهد هتحود يمين وتطلع فوق عند كلمة الدخول وتدوس عليها هازهر لك هنا الرمز اللي احنا هنعمل له مسحة دلوقتي اهو هنعمل مسحة لرمز تم ربط الجهاز بنجاح جميل او لو ركست معي كده الاكاونت تضاف على الشاشة مكتوب اهو منتاج اهو نفس الاكاونت طيب انا دلوقتي ضفت الاكاونت على الشاشة وضفته على التليفون اقدر اضيفه على كذا جهاز ممكن اضيفه على الجهاز بتاع اخويا الجهاز بتاع اختي الجهاز بتاع والدي بعد كده اللي بيحصل بتشترك في اي باقر بخمسين جنيه بميج جنيه باقر شهرية سنوية الا يحصل بعد كده الاستهلاك هل استهلاك الانترنت الناس دي كلها هتاخد منك انترنت لأ كل واحد بيستهلك تبقى للباقر بتاعته هو طيب هنيجي بعد كده على السؤال الرابع ازاي احذف قناة وازاي اغلق قناة في رسيفر الداخلي في شاشة سامسونج بتدوس على علامة البيت في رموت كنترول وبعد كده بقف على تلفزيون مباشر امر صناعي واطلع فوق واختار قائمة القناوات بعد كده هحوط شمال وانزل تحت خالص اختار تحرير القناوات نفترض القناة رقم 500 انا عايز اغلقها عايز احذفها بعلم عليها علامة صح واحوط شمال واختار غلق هيطلب منك باسورد هيكون اربعة صفار وبالتالي القناة بقى عليها علامة الافل والقناة اتقفلت عايز اشغالها من تاني بعلم عليها علامة صح وبعد كده بحوط شمال الغاء الغلق ادخل باسورد اربعة صفار ما فيش مشكلة خالص هلا القناة فتحت معايا من تاني عايز احذفها اعلم عليها صح هي واللي تحتيها واللي تحتيها احذف كل دول مثلا احذف القناة دي احوط شمال اختار حسف وبعد كده ادخل على حسف تم الحسف بنجاح بعد ما تخلص اي حاجة اهم حاجة تختار ايه حفظ وانهاء اي خطوة هتعملها هنا سواء غلق حسف اعادة تسمية تغيير رقم تدوس على حفظ وانهاء عشان كل حاجة انت عملتها تتحفز وتتسيف طيب هنيجي بعد كده نخش على السؤال الخامس ازاي تعمل تبديل بين القنوات انت واحت على قناة راديو ازاي ترجع لقناة التلفازة بقامي او انا افترض انت واقف على قناة الامر الصناعي الناسات ازاي تروح على قناة اي امر صناعي تاني اركز معايا انا بدوس على علامة البيت في رموت كنترول وبقف على تلفزيون مباشر الامر الصناعي وبطلع فوق واختار قائمة القنوات ودوس على اوكي بعد كده بحوط شمال ظهر لك هنا نوع القناة بتوقف عليها وتنزل ساعة من تحت واقف على التيفي جنبها فيه مسلسة بتضغط عليه اوكي هيجيب لك قنوات التيفي قنوات الراديو القنوات المشفرة القنوات المجانية الامر الصناعي اسطرة اللي انا ضيفه والامر الصناعي اللي انا نزلت شاهما انت عايز تتفرج علي ايه الحاجة اللي انت عايزها تدوس عليها اوكي هيوديك على قنوات الراديو عايز نروح له القنوات المشفرة زي ماحنا شافين بيجيب لك قنوات المشفرة القنوات المجانية الامر الصناعي والامر الصناعي الثاني جميل اوه عايز ارجع له قنوات التيفي باعرف على الحاجة ودوس عليها اوكي طيب السؤال السادس ازاي اغير الباسورد بتاع الشاشة ركز معي بتدوس على علامة البيت في الموت كنترول وتروح على الاعدادات او الستينج وتدوس اوكي بعد كده بقف عند كلمة عام واحود شمال واختار مدير النظام هزهر لك هنا تغيير رمز التعريب الشخصي وتدوس اوكي هتدخل الباسوارد اربعة صفار هيتطلب منك بعد كده هتدخل الباسوارد الجديد دخل الباسوارد الجديد ودخله للمرة التانية وبعد كده بتدوس على اهتم وبالتالي هيتم تغيير الباسوارد بتاع الشاشة واي تطبيق هتعمله غلق نفس الباسوارد ده للتطبيق اللي انت عملتله هو غلق هيكون هو هو هنجيب بعد كده على تطبيق من خلاله تقفل كل التطبيقات اللي موجودة عندك على التليفون انا هدخل على متجر جوجل بلاي واكتف في السيرش قفل التطبيقات هزهر لك تطبيقات كتير جدا هتختار التطبيق اللي هو الاب لك حوالي 100 مليون عملية تنزيل فانا بعد كده هدوس على تثبيت 100 مليون واحد بيستخدم نفس التطبيق ده طيب هنتظر لحد ما يتم التثبيت بعد كده هدوس على فتح بيطلب مني ارسم ناقش لغاء التأمين الرمز اللي انا هعمله ده هيتم استخدامه في كل التطبيقات اللي انت هتفعلها نفطر مثلا هعمل علامة صح هكررها المرة التانية بعد كده هديله السماح هدوس على كلمة السماح بعد كده بيطلب مني اعمل تسجيل دخول بعد كده هدوس على توافق وابدأ نفطر مثلا هقفل تطبيق زي يوتيوب بيطلب مني ادي السماح خطرة تاني على كلمة السماح ودور على التطبيق هنا وفعله بعد كده هدي السماح المرة التانية وادور عليه هنا وفعله. جميل اهو. لو ركزنا مع بعض هو افل لي ايه بقى? دي الحاجات اللي هو افلها. الضبط مدجر جوجل بلاي وجهة النظام الجيميل جوجل كوروم. كل الحاجات اللي موجود عليها افل باللون الاخضر. دي ايه اتقفلت? نبص مع بعض كده. لو دخلت على يوتيوب هيطلب مني اكتب ابرامز. لو دخلت على انستجرام هيطلب مني اكتب ابرامز. لو دخلت على مدجر جوجل بلاي نفسه. تمام قوي. اهم حاجة ان الرامز ده محدش يعرفه. عشان لو حد يعرفه هيبقى انت استفدت ايه? طيب هتيجي تقولي ان عايز الاغي الافل من على اي تطبيق. بتخش جوه التطبيق نفسه. وبعد كده بتشيل الافل. لو دخلت على يوتيوب من تاني مش هيطلب مني ارامز. طيب. هسيب لك كل التطبيقات اللي انا ذكرتها في الحلقة بتاعت النهاردة في اول تعليم مثبت. ولو عندك ايسا افصار اكتب لي في التعليقات ان شاء الله هبض عليك. ولو لسه جديد معنا في القناة اتمنى ان انت تشارك. وتفعل الجرس على الكل. عشان انا انزلت الفيديو جديد ايجا لك اشعب الفيديو اللي جاي. كان معكم مجدي عبدالغفار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.